الملايين بترفع ايديها تدرعا وتدعو للكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب نجم نجوم النادي الاهلي ونجم الرياضة المصرية بأخلاقه قبل ما بيكون بأداءه بإدارته قبل ما بيكون بتاريخه الكبير كابتن محمود الخطيب اللي بكرة ان شاء الله هيجري العملية الجراحية في العمود الفقري وكل الناس بتتكلم وعايزة تطمئن من طم من الناس وان شاء الله بالدعاء وبتوفيق ربنا ان شاء الله كابتن محمود الخطيب يقوم بالسلامة بروفسر ماير في ألمانيا هو اللي هيقوم بإجراء العملية الجراحية بكرة ان شاء الله هيكون موعد إجراء العملية الجراحية ان شاء الله بنتمنى كل السلامة والشفاء للكابتن محمود الخطيب ان يجري العملية ويرجع بألف سلامة ويرجع بألف سلامة ويرجع لنا طبعا سليم معافى كابتن محمود الخطيب تحمل الفترة اللي فاتت ظروف صعبة جدا طبعا انتخابات كانت انتخابات قوية وسموها انتخابات القرن لان كان فيها مجهود كبير وكان فيها شغل كبير كان الاكتر من كده ان الكابتن محمود الخطيب بيحب يشتغل بنفسه يمكن خلونا اقولكوا يمكن في الزيارة دي تحديدا كان واضح جدا على الكابتن محمود الخطيب بيزك على رجله شوية وبيمسك في رجله شوية وكان مشيته صعبة جدا وبينة جدا لانه كان متحامل على نفسه بشكل كبير ولما راح وبدأ يكشف الطبيب الكوري اللي في المستشفى الالماني اللي في الامارات قال له انت صابر على نفسك ليه الغد دلوقتي انت متحمل ليه هذا الكلام ده احنا لازم عملها فورا بعت الفحصات للطبيب الالماني في نفس المستشفى في المانيا قال له تأرير وكلام الطبيب الكوري مظبوط 100% انتوا صابرين ليه الغد دلوقتي احنا لازم نجري الجراحة فورا عشان نقول كلام تاني مهم جدا وعشان نحطوكم في الصورة وعشان نطمن ملايين الشعب المصري كله العربي وكله عشاق كابتن محمود الخطيب انا عارفين العشاق كابتن محمود الخطيب مش الفلانة الحمرة بس عشاق محمود الخطيب كل اللي بيعشق الامثلة الكبيرة وكل اللي بيعشق الكينات الكبيرة وكل اللي بيعشق الاساطير والاخلاق والاحترام وقول زي ما انت عايز تقول أنا ما بتكسفش لما بتكلم على الكابتن محمود الخطيب وبكسفش لما بيجيب سيرته وبكسفش لما بتكلم كلام يعني أنا بحس كمان إنه ما بقدر شدي قيمة الكابتن محمود الخطيب على شاشة قناة الأهلي وعلى أي شاشة تانية وعلى أي مكان بطلع فيه أو متواجه فيه لأن هذا حج وقدر الكابتن محمود الخطيب شكراً لك